أكدت وكالة رويترز للأنباء في نبأ عاجل أن بولندا أعلنت استعدادها لإغلاق مجالها الجوي أمام طائرات روسية كما أكده الوكالة أن الاتحاد الأوروبي قرر فرض عقبات جديدة على بوتين ولافراف في آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرينيا حذرت الأمم المتحدة من أن الأزمة قد تدفع خمسة ملايين إلى الفرار يأتي ذلك فيما ذكرت وكالة رويترز في نبأ عاجل أن المركبات العسكرية الأوكرانية دخلت العاصمة كييف للدفاع عنها في وقت أعلنت فيه وزارة الدفاع الأوكرانية أن قوات الجيش تعتبر حاليا في مهمة دفاعية عاجلة عن العاصمة